الجنرال كلاوسفيدس بكتابه عن الحرب بيعرف الاستراتيجية بطريقة كتير حلوة طبعا هو بيحكي كان عن الاستراتيجية العسكرية لأنه نحن كثيرا ما يساء فهم الاستراتيجية ولما ما تكون فهمان أمر معين بالتالي مش لح تعرف تطبقه بطريقة كتير منيحة الاستراتيجية أكثر من أي تخصص إداري يساء فهمها يعني واحد بحط لكيه أوقات إنه هذا بروسس واحد بحط لكيه إنه خطوات واحد بحط لك إنه الاستراتيجية هي اختيارات واحد بقول لك هي قرارات طبعا الاستراتيجية هي انطلقت من العالم العسكري بالخمسينات يعني صار مجتمع الأعمال البيزنس كميونيتي صار يستخدم مفهوم الاستراتيجية ومفهوم التكتيجات قبل ما أحكي كلاوسفيدس كيف عرف الاستراتيجية أول شي نسأل أنفسنا يعني لماذا نحتاج استراتيجية في المقام الأول ليش بدنا استراتيجية؟ نبدأ بلماذا كلاوسفيدس بيعطينا جواب بكتابه عن الحرب بقول لك الاستراتيجية هي استجابة ضرورية للواقع المتمثل في محدودية الموارد شو بيعني هيدا؟ بيعني أنه ببساطة ما في كيان ما في دولة ما في جيش ما في بيزنس بغض النظر عن حجمه عنده موارد غير محدودة لأن الموارد غير محدودة تتعلق الاستراتيجية بالاختيار حول أين وكيف نركز الموارد المحدودة لتحقيق ميزة نفسية في السوق أو تفوق في الحرب إذا كانت الاستراتيجية عسكرية وكل شيء آخر ينبع من هنا يعني ينبع من الاختيار والتركيز وبيقدم كلاوسفيدز تعريف الاستراتيجية تعريف جميل جدا بدي فككه هلأ كلمة كلمة بقول الموهبة الاستراتيجية تكمن في تحديد النقطة الحاسمة وتركيز كل شيء عليها وإزالة القوى من الجبهات الثانوية وتجاهل الأهداف الأقل أهمية وهذا تعريف قوي جدا الاستراتيجية إذا بنفهمه كلمة كلمة خلينا نحاول نفكك هذا التعريف بيقلك تكمن في تحديد النقطة الحاسمة يعني أول شيء تحديد ماذا يعني بتحديد؟ يعني الاستراتيجية الجيدة دائماً بدأت تبدأ بتحليل الموقف بالحصول على فهم عميق للبيئة التنافسية بفهم القدرات السلبية أما الإيجابية يعني نقاط القوة والضعف اللي عندك يهون أنت كمنظمة أو مؤسسة يعني هذا مثل ما نحن بنعمله بالبزنس استراتيجي لما نروح نعمل سووت أناليسز أما تحليل للبيئة أما بيست أناليسز أما كل هذه أدوات التحليل الاستراتيجية هو هون اختصرهم بكلمة فيه شعار عسكري بيقول ميليتري منترا بيقول يعني الاستخبارات دائماً ما تسبق العملية الاستخبارات بمعنى جمع المعلومات الكلمة الثانية اللي وردت بهذا التعريف اللي قدمه كلاوسفيدز النقطة الحاسمة لما بيقلك تحديد النقطة الحاسمة الديسايسيف بوينت هون الديسايسيف بوينت النقطة الحاسمة هي بدا تكون قلب الاستراتيجية ولبها والفكرة المتحركة المركزية هذا قلب الاستراتيجية اللي بدك أنت تروح تنظم حول قراراتك وأنشطتك ومشاريعك وبرامجك وتوجههم باتجاه واحد من أجل التفوق على المنافسين أما الانتصار في حرب عسكرية يعني تحديد النقطة الحاسمة تحديد قلب الاستراتيجية تحديد الفكرة المتحركة المركزية بمجرد ما تحدد ذلك كل ما يتبقى عليك أنك تروح تعمل تركيز قوي جدا ويكون في عندك تصميم من أجل تحقيق الوصول إلى هذه النقطة الحاسمة مهما كانت تلك النقطة الحاسمة الانتصار في معركة معينة الحصول على سوق جديد إنتاج منتج جديد بيكون منافس وغيرهم والكلمة الرئيسية التي وردت في تعريف كلاوسفيتس بيئلك تركيز كل شيء عليها لاحظ هنا الكلمات بيئلك ركز كل شيء ركز كل شيء يعني ليس فقط مواردك المادية بدك تركز قلوب وعقول الناس والتابعين وأفراد المنظمة والقيادات كلهم يكون في عندهم تركيز حول هذه النقطة الحاسمة حول قلب الاستراتيجية ولبها هذا موضوع التركيز بقول عنه المؤرخ العسكري بيزل هارت يمكن اختزال كل دروس الحرب في كلمة واحدة وهي التركيز ثم يأتيك في تعريف كلاوسفيتس كلمة إزالة بيئلك وإزالة الكوى من الجبهات الثانوية يعني هون شو معناتها كمان هذا أمر مهم جدا في الاستراتيجية لأنه أي شيء جديد بدك تقوم فيه بده يؤثر على الجهد المطلوب اللي بدك تبزله للقيام بأمور أخرى ومرد ذلك إلى الموارد مثل ما حكينا أهلا لأنه أنت ما عندك موارد غير محدودة عندك موارد محدودة مهما كان حجمك وبالتالي هون شو بيصير بيقلك أحد أهم الخيارات الاستراتيجية يعني تحديد ما لا تفعله وليس فقط ماذا تفعله وهذا هو بيت القصيد يعني عمليات تحويل الجهد من مكان إلى مكان من الممكن أن تكون من القرارات الصعبة بدك تعني أنك أنت بدك تتخلى عن الأمور اللي بدلك عليها القلب والعاطفة من أجل التفرغ للأمور اللي بدلك عليها العقل والمنطق وهون بدك تتذكر أنه أخطر خيار على الإطلاق ممكن يكون هو عدم الاختيار عملية الإزالة تزيل كل ما يمكن أن يؤثر على اختراق النقطة الحاسمة لحدتها باستراتيجيتك ثم بيقلك وتجاهل الأهداف الأقل أهمية يعني هون الاستراتيجية تحت النصر تحتحت الانتصار تحتحت الفوز بدأ عقل منضبط بدأ شخصية ثابتة ما بدأ مشتتات ما بدأ إلهاء ما بدأ عروض جانبية من هنا أو هناك بدأك تحافظ على أولوية الشيء الرئيسي أنه يظل هو الأولوية ويظل هو محور التحرك تقولك ومحور التكتيكات لما تروح تنزل على عملية التنفيذ بدأ عيد قول كلاوسفيد اللي حاولت أنه فككه وإفهم منه الكلمات الرئيسية اللي بقول فيه كلاوسفيد الموهبة الاستراتيجية تكمن في تحديد النقطة الحاسمة وتركيز كل شيء عليها وإزالة القوى من الجبهات الثانوية وتجاهل الأهداف الأقل أهمية يعني هون هذا التعريف من كلاوسفيد بدأ يعطيك البنى الفوقية الأساسية للتفكير للتفكير والعمل بشكل استراتيجي هذه البنى الأساسية بعدين بتروح على التخطيط الاستراتيجي بعدين بتروح على تشكيل استراتيجيات بعدين بتحدد الميادين الاستراتيجية وغيرهم بعدين بتنزل على التكتيك والتنفيذ كل الأمور الباقية بتكون حبكات فرعية لهذا الموضوع المركز هذا بشكل عام كيف بيحدد كلاوسفيد الاستراتيجية بيحددها بالمجال العسكري ولكن بالتأكيد نحن بنقدر نستفيد منها في مجتمعنا